اهلا بكم يا رب اتكلوا بخير جميعا. هنعمل مع بعض النهاردة برسيل جل سريع. يعني انا لو نويت اخسل ولقيت البرسيل خلص من عندي او صحيت من نموة ما لقيتش كده برسيل وانا عايزة اخسل. وطبعا انا واحدة من الناس ما بحبش البرسيل اللي بيتباع اه في محلات المنظفات اللي هو التركيب ده. لان مستوى نظفته ما بيبقاش احسن حاجة. فانا عايزة اعمل حاجة بيدي في البيت تكون آآ مظبوطة كده. وآآ مستوى نظفتها عالي وريحتها حلوة. آآ يلا نشوف هنعمل ايه? ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لو قلمرة بتشوفوني معكم اميرة شعراوي من قناة ميرو وشعراوي. معايا نص كوباية من المية. مش اكتر من كده لان انا مش عايزة صويل تكون كتير. هنزل عليها بتلات معالق من او السودا الكوية او البتاص. موجودة في محلات المنظفات. سعر كيلو في حدود ستين جنيه. تكون حريصة جدا وانت بتتعاملي معاها لان الابخرة اللي بتطلع منها بمجرد ما تنزل على المية. آآ دي غلط ان انت تستنشقيها او غلط على الرئة او جهاز التنفسي. وغلط كمان ان هي تلامس البشرة. يعني لو جات على ايدك لقدر الله. يمسحي بقى ايدك بقطنة فيها خل او لمون. بتبتل مفعولها. خلي بالك ما يكونش في اطفال لانها شبهة آآ حارقة يعني لو نزلت لقدر الله على الايدين. يعني بتعمل لها زي حساسية جمدة او لتهابات جمدة كده. فتكوني الافضل ان انت فتح الشباك او لابسك ماما او مشاغلة الشفاط. طيب انا دلوقتي دوبت تلات معالق من هيدروكسيد في نس كباية مية وهركينها شوية. جبت كباية من الزيت اللي انت استعملتيه آآ مرة واتنين. وايا كان بقى الحاجة اللي انت استعملتيها بطاطس بنيه. اي حاجة قالتي فيها مفيش اي مشكلة. بس برج السمك علشان يعني رحتهم مش هتكون حلوة قوي. دلوقتي نزلت بنس كباية المية اللي عليها البطاطس. ومس مش بطاطس بس ده الاسم الدرجة عندنا في مصر يعني. على كباية الزيت. وهقلب كويس جدا جدا. مع التقليب هبص هي اللون الزيت بدأ ان هو يفتح معايا وقوم بدأ يتقل. ده معناه ان هو بدأ يدخل في عملية التصابون. يعني انا لو سبته كده بنفس المنظر ده من غير اي مكونات اضافية. هيبقى عندي صابون قطع. الاول صابون اللي هو احنا بنشتريه بخمسة جنيه ده. او احنا طبعا ما بنشتريهش احنا بنعمله في البيت. آآ هنا في القناة عاملين اكتر من فيديو آآ ليه يعني. دلوقتي جبت كباية من المسحوق البودر غسالات عادية. ايه؟ تستخدمي غسالات اوتوماتيك. او مسحوق آآ بوضر غسالات اوتوماتيك. لان بيكون فيه انتيفوم او مانع رغوة. فمش هيخلي البرسيل اللي رغيب عاكي. حتقلي بي بقى كويسا اخدت ده يعني دلوقتي كباية الا ربع من آآ الاكسي البودر. عندك بقى برسيل بودر ايه؟ 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 حاجة بودر تقدري تخدميها كباية الا ربع. حتقلي بيها كويس قوي مع المية وهيدروكسيد السيديوم. وكوبية الزيت. حتقلي بكل ده مع بعضه لحد ما تلاقي بصي مع التقليب بعد مسلا عشر دقايق كده هتبصي تلاقي القوام بدأ يتقل. والعلامة اللي احنا شايفينها دي في المعلقة يسمعها علامة الاصر. يعني بدأ ان هو يخش في عملية التصبر. انا دلوقتي ركنته ساعة ونص كده. ممكن يقعد معكي ساعتين تلاتة اربعة متقليش. ام حاجة ان هو ينشف بالمنظر اللي انت شايفها ده. انا زي ما قلت لكم هنعمل حاجة سريعة. فانا كان المفروض اصبر عليه اكتر من كده. يعني كان المفروض يبقى مزال حجر. انا لو سيبته لحد تاني يوم. هينشفه يبقى مزال حجر. لكن انا ما استنيتش عليه. عشان عايزة ان نزلكو حاجة سريعة كده. آآ انا بصراحة ملقيتش عندي برسيل فقلت هعمل الفيديو هصوره لكم يعني. فعشان كده انا كنت مستعجلش وهينزلت بقى الصابون بتاعي آآ في بولة كبيرة علشان هي دي اللي انا هكمل شغل البرسيل الجل فيها. دلوقتي لازم الماء اللي هستخدمها او هبوش بيها الصابون تكون مياه مغلية عشان تسهل عملية آآ لان الصابون يبوش معي. آآ دول قد ايه دول كوب بيتين من الماء المغلية حوطين بقى في الكاتل او في البرات كده ونزلت بيهم الاول بس في البولة اللي كان فيها الصابون عشان نازل لو اي بوائي للصابون. كل ما تكون الماء مغلية كل ما هتساعدك اكتر ان الصابون يبوش معي. هتقلب يبقى كويس قويس صابون مع الماء المغلية لحد ما الصابون يختفي وما يبقى لوش اي اثر. زي ما قلتك لو انت مش مستعجلة يستحسن تسيبي الصابون ده لحد تاني يوم لحد ما ينشف ويتحجر معيك عشان يديك نتيجة افضل من النتيجة آآ اللي انشايفها هدي. هولا انا عملة عملة مش وحش بالعكس بس بقولك كل ما تدي له حق ان هو ينشف هيديك نتيجة افضل من كده بكتير. بكمل بقى بقيت الكوبيتين بتوع الماء المغلية. وآآ قلبت كويس قوي وتقريبا كده خلاص يا الصابون وبقاش لي اي اثر. دي معلقة من السكر. لازمت السكر ايه? بيزود الرغوة. وكمان بديل الجليسرين. يعني بيخلي لو انا حخص الحاجة على ايدي بيخلي المسحوق بتاعي ناعم على اليدين. وحطيت معلقة من الكربوناتو حلوة جدا في التنظيف. لحد دلوقتي انا ما تكلفتش اي حاجة خالص. كلنا عندنا في البيت السكر وهي معلقة واحدة. آآ الكربوناتو طبعا آآ موجود في كل بيت. وآآ ما فيش حاجة كلفتني دلوقتي غير آآ كوباية آآ الا ربع من المسحوق البودر وزي في كيس كده بيتباع بجنيت اقدر او باتنين جنيت اقدر ان انت تجيبه وتحطيه. بصوا بها يا جماعة الصابوني الساي اللي احنا كنا عاملينه في القناة مع بعض. ده ما حدش هيصدق ان الصابون ده معمول في البيت. احنا اللي جايبينه عاملينه. شفاف. بالمنظر اللي انت شايفينه ده اسمه صابون الشركات. هتلاقوا الفيديو موجود وحسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. اخدت منه كوبايتين. طب يا امير انا ما عملتش معاكي الصابون ده ومعرفش طريقته. آآ هادي من اي محل منظفات. كيلو صابون سايل شفاف. كيلو صابون سايل شفاف. طب ما انت اقامل حتى كوبايتين وشوية. اللي انا اجيب كيلو عشان ده صابون مركز. اللي هتجيبه من المحل بتاع المنظفات مش هيكون مركز ولا بالجودة دي. فهتاخدي كيلو هتقول له بكام سعره من حمسة جنيه ل سبعة جنيه تقريبا. خلاص لكن ده احنا عاملينه في البيت فقاموا شيء قوي ما شاء الله. الحاجة اللي احنا بنعملها بقدينا بنبقى اخد منها كويس قوي. حاجة لنا بقى. آآ فهتجيبي كيلو من الصابرات كيلو صابون سايل شفاف. ساعت هقولت لكم هعمله شفاف عشان هبقى اعمل منه وصرفات كتير. دلوقتي هنزل بقى بآآ لتر تاني من المية الساعة عادي جدا من الحنفية. الاول نزلت بكبيتين مية معلينة عشان بقوش الصابون. دلوقتي خلاص هنزل بقى مية عادية من الحنفية. انا حطيت خمس كبيات من المية العادية. حبدأ بقى قلب كويس وعلى فكرة طول ماء الصابون سخن. النتيجة يعني الماء المغلية اللي انا حطيتها. مش حيديكي رغوة كويسة ومش حيديكي قوام تقيل. حيفضل خفيف ومش يرغي كويس. ولكن اول ما تحطي مية ساعة او اول ما يبدأ يبرد معاكي. حتبص يبقى تشوفي قوامه الحقيقي. وكمان هتشوفي روة حلوة قوي. ما شاء الله اللون بتاعه حلو جدا. وريحة الاكسي طبعا طحفة. حلوة قوي. الاكسي من اكتر المنازفات اللي آآ ريحتها حلوة جدا اكتر من الاريال البرسيل كمان. بالرغم طبعا ان هم اغلب كتير. ولكن الاكسي ريحته بصراحة بتعجبني قوي. بصوا يا جماعة الصابون والله انا يعني مش قادرة اشوفه غير انه برسيل جل بلاك اللي هو البرسيل بلاك بتاع الملابس السودة بيبقى نفس درجة البياض كده ونفس القوام. على فكرة انا عايزة بس اقول لكم على حاجة قبل ما نكمل الفيديو. البرسيل جل عمتا ما بيبقاش تقيل قوي. يعني مش زيه زي الصابون السيل. الصابون السيل بالنسبة لي آآ القوام مهم قوي قوي. ولكن البرسيل الجل بيفرق معي قوي آآ نضفته للهدوم. دلوقتي الزهرة البيضة انا هحط منها معلقتين. طبعا كلكم عارفين تأثيرها في الملابس حلوة دي ايه? وكمان مش غالية خالص. هي سعرها بسيطة. خد معلقتين ده وبتم كده بكباية مية. كويس قوي. وبعدين هنزل بيهم على الصابون آآ بتاع اللي انا عاملين. آآ الصابون ده طبعا لو ما كناش حطينا الزهرة. وآآ الكلور هنحط دلوقتي بردو كلور. كان ممكن يكون غسيء آآ يعني ينفع غسيل الموعين. ولكن طبعا الزهرة البيضة والكلوريكس اللي احطناهم طبعا ده هيخليه ما ينفعش للموعين. آآ هنقلب بقى كويس جدا كده. بصوا ما شاء الله لونه حلو قوي قوي. آآ محدش ممكن يتحايل ان اللون الابيض ده نتيجة كوباية زيت مستعملة مسلا. آآ بقلب بقى لحد ما آآ اتأكد ان المكونات اخترت ببعض كويس جدا جدا. آآ حبة بس اقول لكم على حاجة لو انتم هتستخدموه ملابس بيضاي بحطوا آآ ربع كوباية من الكولور الابيض. ولكن طالما هتستخدموه للملابس الالوان زي كده فانا حطيت ربع كوباية من الكلوريكس الالوان. ما يفصلش الرغوة معاكي وما يخففش المسحوق. او الجل المسحوق الجل بتاعك. فانا حطيت دلوقتي ربع كوباية من الالوان. علشان انا هستخدموه في الابيض وفي الالوان. لكن لو انت عايزالي الابيض بس هتحطي بدل كلوريكس كلور آآ ليه غسيل ملابس البيضة. الكمية دي قد ايه جمال? كمية دي هتعمل لي آآ تلاتة لتر. تلاتة لتر من البرسيل الجل. دلوقتي هعمل بقى في الاخر كوباية مية كده واحطيت فيها معلقة من الملح. طيب لازمت الملح ايه اميرة في الوصفة? الملح هو معاقب ومطهر. وكمان آآ بيتقل القوام بتاع الصابون بتاعي. طب معنا كده ان انا بقى اقتر منه طالما بيتقل القوام? لأ طبعا ما تقطريش عشان لو قطرتي الملح هيفصل الرغوة بتاعت الصابون. فانا مش محتاجة اكتر من معلقة واحدة بس بطهر الصابون وباعقمه كمان بتقل القوام بتاعه. طيب هو الملح اساسي? لا طبعا هو الملح مش اساسي قوي بس بقول يعني علشان خاطر الحاجات اللي انا قدلكو عليها. كل مكون بحطه لازم بقلبه كويس جدا جدا بديله حقه في التقليب عشان اتأكد انه اندمج مع بقيد الخمات اللي احنا آآ حطناها. دلوقتي بقى الغلطة اللي انا غلطتها واللي فعلا بجد دايقتني جدا جدا وممكن باين على صوتي فعلا يا جماعة دايقت قوي لان انا آآ قطرت قوي اللون. المفروض ان دي درجة من درجات الموف. فانا بما اني قطرت فهي قلبت معايا كده على لون توبي ملهوش اي علاقة بالبرسيل جل خالص. بجد الموضوع دايقني جدا جدا لان هو كان آآ لونه الاول وهو ابيض كده كان احلى بكتير. بس انا قلت علشان حضرت التصوير احاول انا اديله درجة موف كده علشان يباني ان هو يعني جاهز. هنا حاولت اصلح الغلطة فعكية الدنيا اكتر. هقولت احط لون ازرق كده بحيس ان هو يزبط لي شوية او يفتح لي اللون التوبي ده. فبقى لونه ازرق قوي. الغريب بقى في الموضوع ان انا بعد ما اركنه شوية هيديني لون ملهوش اي علاقة لا بالازرق ولا بالموف. كلنا عارفين ان الالوان الماكة دي خداعة شوية بعد ما بتقعد وده نتيجة للسودة الكوية هاي اللي بتغير آآ في آآ اللون. يعني السودة الكوية بتخش على اللون. بتبطل مفعوله تماما. انت خيلوا والله يا جماعة والله العظيم. هو ده اللي كان لونه ازرق خالص دلوقتي. بعد ما سبته حوالي ساعة كده. آآ قومه بقى بدأ زي ما انتو شايفين يزبط كده. انتو شايفين قوم خفيف. ولكن زي ما قلت لكم البرسيل جل ما بيكونش تقيل. آآ احنا طبعا عارفين ده كويس. اهم حاجة عندي آآ نضافته. مستوى النضافة. واهم حاجة كمان الرغوة. وده حوره لكم مع بعض دلوقتي. هنشوف الرغوة وحنشوف آآ قد ايه هو. طبعا لك قلت خالوه الريحة يعني هو الكلبكس الالون اصلا ريحته حلوة. آآ الاكسي ريحته حلوة جدا جدا. آآ يعني المسحوق اللي احنا عاملينه ده نضافة وريحة وتوفير كل الموضوع تكلف ايه? كوباية زيت انا كنت حرميها او هستعنى عنها. وشوية مكونات كده بسيطة موجودة عندنا في كل بيت. بصوا ما شاء الله رغويته حلوة جدا. ريحته حلوة جدا. بينضف حلوة ابيئة. انا خلص خلصت الفيديو بتاعي. يارب بيكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في الفيديو القادم على خير. والسلام عليكم.